موسيقى 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 محمد منصور كلنا بدنا استشارات وخصوص العقارات لانه يمكن بعدنا صح في مقتبل العمور هيك بس مش غلط الواحد يفكر دائما يستثمر بالعقارات ومعروف طبعا دائما انه قطاع العقارات هو الانجح للاستثمار طبعا احكي لنا اول شي شو اوضاع العقار هل نبالش نستثمر ولا نستنى شوي صباح الخير صباح النور طبعا بشكركم جميعا استضافة جميلة واول مجيد الحقيقة لو هنبتدي نتكلم على العقار هو كل واحد يسأل نفسه الاول البيت اللي هو ساكن فيه حاليا هل ده ايجار ولا ملك ايجار انا مثلا انا صغير انا يعني معرفش ايه موضوع عقار ويعني ايه ده ايجار ويعني ايه ده ملك مش فاهم بس اول اختلاط لأي حد بموضوع العقارات ويعرف يعني ايه عقار هيسأل نفسه البيت اللي انا قاعد فيه ده ايجار ولا ملك وبناء عليها هيبتدي حدد الاحتياج بتاعه والاولوية بتاعته طيب انا لو حد لسه مخلص مثلا الجامعة وابتديت اشتغل خلينا نكلم على حد قريدي ابتدي اشتغل مثلا بقاله ثلاث سنين تعريفه للعقار في حياته اناس كثير اصلا هتلاقيها مهتمة شوية بالموضوع ده في الوقت الحالي خلصت جامعة وابتديت اشتغل مثلا ثلاث سنين لازم اشتري خلاص ده انا لازم اتجوز خلينا اقول لازم اتجوز يعني لازم اعمل اسرة الأسرة بتقترن بالموجود المنزل 100% فلو أنا بفكر في موضوع أن الارتباط أو موضوع أن أنا أقدر أسكيور الحياة بتاعتي وحياة أسرتي لازم أفكر طبعاً في موضوع العقار وما أتكلمش أن أنا عشان مستشار عقاري فأنا أقنعك تشتري بالعكس إحنا لازم نبص للموضوع من ناحية أنه هنقعد نتكلم سوا وهنشوف المناسب ليا إيه دلوقتي هل أن أنا أقدر أشتري ولا هل أنا لازم أؤجر خاصة كمان محمد شوفنا مؤخراً فيه إذا أنتوا كمان شفتوه يعني تحدي كبير قدام المباني وقدام الفيلال والبيوت ظهرت المباني الاقتصادية أنه أصبح أنه فيه مبنى سعره مونيسي في إيدي الجميع مبنى الصغير على كلامنا في المصر يمحندق كده على قدنا اللي هو أنت لو أسرة جديدة مثلاً زوج والزوجة هيبقى كتير مناسب أنك تبدأ بشقة زي دي غرفة وصالة مساحات صغيرة من غير بلكونة مش مهم بس منزل اقتصادي يكون معايا تمنوا صح هو بناء على الاحتياج بيظهر العرض والطلب يعني هو بقى ظهر دلوقتي احتياج في السوق أنه فعلاً فيه فئة من الناس اللي لسه بتبتدي حياتها وفيه فئة من الناس اللي ما بتقضطش كتير وفيه فئة من الناس اللي محتاجة أن هي يعني توصل لأنه يبقى عنده أمان شوية في الموضوع ده كل الحاجات اللي ظهر في السوق حالياً دي بتعكس قد إيه أنه يعني الحكومة بتفكر ومع تعاونهم مع الشركات الكبيرة في أن هم يقدروا يوفروا موضوع زي ده أنه فيه وجهة نظر فيه استراتيجية صح مش عالم العقار وفي أماكن كدير ويعني المستشارين العقاريين مش مخلين نفحنا بس الواحد يحوش عشرة لاف أول يجي لك محمد هاتيكم أقدم لك شقة وكل شهر أساسي صح بس هذا اللي كنت بدي أحكي استشيركم فيه هلأ لو معاكم مبلغ من المال بيقدر يمحمد يقنيعنا نشتري أولا نفتح مشروع صغير ولنكن نستثمر بالبورصة ولا الذهب الصراحة دعاء فيه تحدي يمكن الناس اللي معاهم مبلغ مالي وحبين يستثمروا بيكونوا قدامه هل أنا لازل بدي أشتري شقة اشتريها مكسية أو على العظم يعني قيد الإنشاء أو خلاص تم الإكساء بشكل كامل وعلي بس أنا أني أفرشها فعلى شو بيعتمد هذا الموضوع إذا أنت معك مبلغ مالي قادر يجيب لك التنتين مع اختلافات بسيطة وليش استثمار عقاري مش مشروع تاني بدنا يقنعنا كمان نورت اقنعنا هو الموضوع من الأول زي ما قلت الاحتياج يعني أنا محتاج دلوقتي هل أنا محتاج أشتري عقار جاهز ده له اتجاه وده له اتجاه تاني لو أنا هشتري عقار جاهز يبقى أنا مثلا عندي أسرة أورادي مثلا كنت متجاوز أنا ومراتي وعندي طفل صغير دلوقتي بقى عندي ثلاث أطفال فمحتاج أعمل أبجريد صح فبضطر أن أنا أبص للأبشن بتاع عقار جاهز عقار الجاهز كمان بيتشاف الموضوع من ناحية مثلا أن أنا شغال في مكان مرة واحدة نقلت المكان تاني فهضطر أن أنا بيع دوت وروح أسكن في المكان على حسب الاحتياج صحيح لو جينا نتكلم على الفرق ما بين العقار الجاهز والعقار قيد الإنشاء طبعا ده يعني صورة شفافية جدا أيوان إنه لو أنا هبص على إمكانياتي المادية طبعا العقار الجاهز يبقى أغلى صحيح لأنه جاهز بالضبط إنما قيد الإنشاء ممكن يأخذوا منك شوية نسب وشوية شوية وأقصات هو كمان له ميزة أكتر في أنك بتقدر تختار حاجة يعني طبعا الفرق في السعر دوت أنت بتوفره على المدى البعيد وفي نفس الوقت بيدي لك مجال أنت تقدر توفر مبلغ من المال تسدد به لحد ما العقار يبقى جاهز بس أنت عارف يا محمد على قصة قيد الإنشاء في كتير ناس يعني في كتير ناس بيكونوا متخوفين أنهم معلش يحطوا مصري يحط مصري يعني بيقول لك بالهوى يا أخي أنا ما طلعت البناية ما طلعت البرج برج اللي مش عارف شو اسمه اللي يبلوش ألوال طيب ما رخايف ما أنا اللي بدفعه كمان يعني بذلك تدفعين يدفع أولى فوق ستين ألف مثلاً ولا سبعين ألف صحيح ولا لا؟ مليون في المنائة طالعاً فشو القوانين والشروط اللي لازم يوقعوها أوقعهم عليها كشركة عقارية وأكون أنا بالسيف سايد أنت مع محمد أكيد حبكم بالسيف سايد هو الموضوع باختصار شديد أن أنت أولاً لما بتقبل على خطوة شراء العقار أنت أول حاجة لازم أختار المطور اللي أنا بشتري منه المطورين موجودين كتير في السوق ما بنعبش بحد ولكن احنا بنقول أنه فيه ناس أنا أكيد مش هقدر يشكك فيه ولا أقول أنه هيروح شركة مشهورة ليهم باع طبعاً الاعتبارات بتاعة المكان دي مهمة جداً الاعتبارات بتاعة السعر الاعتبارات بتاعة العرض حاجات دي بتتبع موضوع أن أنا أختار الشركة الصح الشركة الصح هتقدر توفر لي أولاً المصدقية وهتريحني تماماً من الموضوع ده لأنهما بضمان طيب التسجيل العقاري بالبلدية هل معنى ذلك ضمان هو باختصار شديد اللي حصل في 2008 أنه تطبق قانون جديد عشان يعني يمنع المشاكل اللي حصلت قبل كده وسببت الأزمة ديت القانون الجديد ده بيساعد كثير ويبقى في صالح المستثمر أو الشخص اللي بشتري عقار من ناحية أنه بيساعده أولاً دلوقتي لو تيجي تبص في حاجة اسمها حساب الضمان يعني كل المطاور العقاري لما بيعمل مشروع بيروح يقدم في بنك حساب أنت بتحط الفلوس بتاعة العقار بتاعك دي في الحساب ده المطاور بياخد الفلوس بتاعته بناء على مراحل الإنشاء من الحساب دوت بإشراف دايرة الأراضي والأملكة لها الحكومة فأنت ما عندكش أي خوف خالص يعني أنت بتبقى ماضي على العقد بيبقى نكتوف فيه بالزبط أنه بتدفع مقدم كذا بيبقى مكتوف فيه خطة الدفع دي هتو بيبقى مرفق معاها كمان التواريخ اللي هيبقى فيها يعني مثلاً في التاريخ دوت هيبقى فيه نسبة إنشاء كذا أو نسبة إنجاز كذا وإنت هتدفع المبلغ ده راحت دايرة الأراضي لأملك بعتت لجنة وشيكت على الموضوع ولاقيت أنه ما وصلش المطور المبلغ دا مش هتسحف في التاريخ ده إلا لما توصل نسبة الإنجاز في المشروع للمرحلة دي طيب الجمعان نحن على أبواب إكسبو تونتي تونتي وسمعنا أنه العقار راح يختلف راح ينزل راح يطلع بنا تخبرنا يمكن إذا بنا نستثمر أنه نواري ومنا أكيد بما أنه نانويين بالحركة الاقتصادية اللي راح تصير عن قريب نحن قربنا كثير على إكسبو تونتي تونتي فبنا نعرف سوء العقار قبل تونتي تونتي وخلال تونتي تونتي وفعض طيب إحنا ما بنقول تونتي تونتي إحنا عايزين نبص الأول على شوات أرقام أكيد لاب إحنا بنكلم تونتي تونتي دا يعني إكسبو حدث عالمي طبعا هيقلنا فيه بس يعني إحصائيات 25 مليون شخص دا بسم الله الرحمن الرحيم 25 مليون شخص جاين هنا لسه ما عملناش حاجة 25 مليون شخص 25 مليون شخص دول هينعكس وجودهم في البلد على حاجات أساسية من ضمنها أول حاجة 122 مليار درهم دا المبلغ الاستثمارات المتوقعة لحد 2031 بسم الله الرحمن الرحيم لست بنتدي لست بسم الله الرحمن الرحيم تاني حاجة بنبص على الإجمالي الناتج المحلي هيزيد بنسبة 1.5% 1.5% دا نتكلم بس في السنتين بتوى الأكسبو يعني 2020 2021 بسم الله الرحمن الرحيم نتكلم على روابع حاجة نغفر حسن نتكلم على زيادة في عدد السكان من 900 ألف تقريبا ماشاة زيادة عدد السكان 900 ألف زيادة 900 ألف ديت للناس اللي بتقول لي طيب العقارات الكثيرة اللي ظهرة في السوق اللي يام ديت حد زيادة ما هي مش حد زيادة هو الناس شايفها زيادة دلوقتي بس هم مش عارفين خطة بتاعة الحكومة بالضبط يعني في 900 ألف واحد جاين يعيشوا هنا يعني قصدك محمد يادوبي كافر 900 ألف دا يعني دا زائد ان احنا ان احنا الناس يعني احنا بنتكاثر برضو دا 900 ألف واحد بس من الناس اللي جايين من الخمسة وعشرين مليون دون متوقع ان هم يسكنوا عندنا هنا اوكي ايوه طبعا دا انت عاش في مجالات تانية دا بيعكسها طبعا 122 مليار استثمارات طيب جينا بصينا على آخر حاجة 49 ألف فرصة عمل يعني بنتكلم اكسبو ودبي والامارات عموما يعني بنتكلم انه فيه حاجات كتير جدا هتحصل فيها يعني تطور في طبعا الناس اللي جاي دايت مش جايين بس ان هم يعني عشان ياخدوا اماكنة ولا يسكنوا ولا يعملوا اي حاجة الناس دي جاي عشان تعمل استثمارات وتعمل مشاريع وتعمل يعني افكار جديدة في البلد فتطور البلد مع تطور يعني الحاجات اللي هتحصل التغيرات اللي هتحصل دي كلها بالزبط كل دا هينعاكس على القطاع العقاري بصورة يعني قوية جدا طيب انا بدي اسألك سؤال اكيد انتو يعني انت كمستشار عقاري بتتكلم على الناتج المحلي بتتكلم على ناتج الدخل والايراد الميزارية مثلا دولة الامارات باستضافة الاكسفو تونتي تونتي بس بدا سألك سؤال ويريت اتجاوبني عليه هل ذلك بيدعم قوة يعني الدرام الاماراتي في صندوق النقد الدولي هل ممكن انه يرتفع قيمة الدرام الاماراتي بعد اكسفو تونتي تونتي شو ممكن تتوقع بل بص انا مش اكذب عليك يا دي نقطة اقتصادية بحتة دي بعيدة شوية عن ولكن احنا يعني من ضمن الحاجات اللي احنا كنا متكلم فيها الناس المستثمرين مثلا الاجانب اللي مش موجودين في البلد وبنقول لهم ايه المزايا بتاعت استثمار الشخص هنا في الامارات حبنقول له مثلا انه من ضمن النقط اللي احنا بنعتمد عليها في جذب الناس ديت حنقول له انه سعر الدرهم اقترانه بسعر الدولر سابت ودي يعني بتنعكس طبعا على النقطة دي بالزبط فدي حاجة حاجة مميزة جدا بس التفاصيل بتاعتها انه هيبقى عامل ازاي او 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 انا ما عنديش بصراحة الخلفية طب عندي سؤال شكرا هلا في كتير ناس بيقول لك نحنا منتوجه على التجارة بالعقارات لحتى يكون مدخلنا المادة عالي جدا وفعلا منلاقي الناس اللي بتشغل بالعقارات ما شاء الله بيشتغلوا في العقارات زي ولا والله ما عارفش مستشار ولا عندك تجارة قزي الناس اللي بتشتري الشقاءه بتصير تبيعة او بتصير مسلا تأجره لأشخاص تاني فبالتالي بصير فيه مدخول بصير فيه فلوس شقالي اه دي هذا الموضوع ممكن مربح وشو دور هذا الموضوع بإكسبو هلأ هو عموماً موضوع أنه التجارة في العقارات الاستثمار العقاري بالنسبة لواحد مستثمر عنده مثلاً محفظة بتختلف بقى على حسب كل واحد اتجاهه إيه؟ فيه ناس بتبص على اللونغ ترن يعني مثلاً عايز يشتري عشر عقارات في مجمع معين كل مجمع ينزل بيشتري فيه عشر عقارات مثلاً وبيبص على بتاعة الحكومة يعني مثلاً الحكومة راحت عملت مطار جديد أنا هشتري هنا عشان دي هيبقى فيها بعد كده تطور في حاجة معينة فهيكسب من ناحيتين هيكسب من ناحية أنه لو بعد المايل ستونز اللي بتحصل في المنطقة ديت يعني مثلاً بنتكلم على مطار جديد انتهى دي مايل ستونز المطار بقى أكبر مطار في العالم دي مايل ستونز تانية يعني زيادة في السعر تاني بنتكلم أنه المنطقة ديت مثلاً بقى فيها نشاط تجاري بقى فيها مولز بقى فيها مش عارف ايه كل مايل ستونز بالزبط هو بيكسب منها تمام؟ فده اتجاه عقاري والنسبة للناس اللي مستثمرة يعني بحث ومعروف جداً أنه هو يعني من الحاجات الأساسية للفقاءة جداً جداً طبعاً الناس التانية اللي بتدور مثلاً على أنه هو يشتري يونتس صغيرة ويباعها يشتري مثلاً يونتس ويأجرها الأمور دي برضو بتختلف على حسب أنواع المستثمرين بس يعني أنا عن نفسي مثلاً شخصياً من الناس اللي همتعامل معاهم فكرهم يعني برضو مش مش أنه هو بيدور على حاجة معينة عشان خاطر أنه هو لا بيشتري يونتس ويونتس دي بتبقى يونتس صغيرة مثلاً سواء الإيجار أو سواء إنه ما فيش حد مثلاً بياخد الشركة كبيرة تاخد على حسب ما يطلبوا المجتمعين عندنا سؤال مهم جداً بيقول إنه أفضل حجم للشقة للاستثمار أنه أنا أجيبها ستوديو وان بيدروم تو بيدروم أنهي أفضل أن أنا أستثمرها أستثمرها سرعة أو تنبعها بسرعة أو تنبعها بسرعة هو إحنا بنتكلم أولاً حسب المنطقة يعني أنا مش هاجي مثلاً عند منطقة معينة وهقول إن ديت ينفع فيها مثلاً وان بيدروم أو دي منطقة مثلاً ينفع فيها تو بيدرومز هي هو عموماً قانون يعني إنه اليونتس الصغيرة هي دي اللي بتنفع جداً في الاستثمار اللي حينا نتكلم هي وان بيدروم مثلاً دي من الحاجات البرفكت اللي حنا نتكلم عليها إن هي سريعة في حتة الإيجار وسريعة في حتة الاستثمار اللي أنا عايزة بيها يعني أحسن من ستوديو وأحسن من الغرفتين مظبوط صح خصوصاً إنه في عدد كبير من الشباب اللي عم يشتغلوا بالبلد بشكل عام فيه أيضة عاملة شبابه وأغلبهم يمكن فيه نسبي ما فينا نستقل فيها لهنا الزبية فما كتير بيستفيدوا من البيت الكبير بتلاقي دائماً بيميله إنه يشتروا مثلاً ستوديو أو يستجروا ستوديو أو وان بيدروم فحلوا كتير الاستثمار أنا عندي يمكن ثبب لهذا الموضوع اللي محمد حكى إنه بالعادي دائماً العائلات الكبيرة بتحتاج إنها تتملك يمكن تشتري الشعار الكبيرة لأنه بيكون بعد مثلاً سنوات من العمل قدروا إنهم يجمعوا ويشتروا صادة العقار أما يمكن الكب اللي بأول زيجتهم وهيك بيحتاج إنهم يتأجرين لأنه بعدهم بيكونوا طلعين مصريف الجيزة إحنا مين اللي عايزين أصلاً نكلم الكابلز والناس اللي هم اللي لسه بيبتدوا حياتهم يعني في ناس كتير دائماً أول ما نتكلم على العقار بيقترين في دماغه أول حاجة القدرة المادية فقط صح ودي مشكلة شوية يعني أنت لو من الأول مش عارف إنه ده إحتياج أساسي في حياتك وإن أنت محتاج يعني توفره في وقت معين فأنت لازم تجهز له من دلوقتي لو أنا جهزت له من دلوقتي بمعنى أنا بكل بساطة جي تكلمت معي وقلنا مثلاً أنا بأبط كذا وعندي بلان مثلاً أنا أتجاوز بعد قد كده فالحاجات ديت هتساعدك أن تبقى عندك خطة بناء على الخطة ديت أنت هتقدر توصل ومية في المية هتوصل لها وتشتري مليون في المية توصل لها أنت أورادي خلاص أنت ابتديت عرفت أنت محتاج إيه وعرفت إيه اللي مطلوب منك فأنت أورادي هتفضل ماشي في الموضوع ده محمد كلامك لا يوملي منه ومنورنا ومشرفنا وأنا وأمجد ونور ودعاء حوشنا شوية فلوس كده وعايزين نسألك فيهم بس خانيا نطلع فاصل ونسألك براحة حسنًا